متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة كنت كلمتكم من قبل على جيمناي سي إلا آي كلمتكم إزاي تقدروا أنتوا تشغلوا عندكم على الجهاز وكنت شرحت لكم بالتفصيل ممكن تستخدموا فيه النهاردة حواليكم شوية أبليكيشنز كده تطبيقات عملتها من خلال جيمناي سي إلا آي أنا أنصحك أند يوزر استخدموا وعمل لوجين بجوجل أكاونت طبعاً الإي بي آي ديفولبرز بالنسبة لهم هيكون أفضل في اللوجين وحيستخدموا استخدامات أدفانس أكتر ومتقدمة ولكن أنا حاب أوريك استخدامات بسيطة كإندي يوزر استخدمت بها جيمناي سي إلا آي عجبني بصراحة كتجربة أولية أنا شايف أنه هو جيد إلى حد كبير هنا أنت هتشغل الجيمناي سي إلا آي زي ما قلت لك من الأمر اللي إحنا جبناه من جيتهب وحطناه في السي أم دي في ترمينال وشغلناه حيبتدي يخش معاك بجوجل أكاونت حتديله يعني الكونفرميشن وحيبتدي يخش معاك وهنا بيقولك tips for getting started وممكن تسأله أسئلة تأدت فايل زي عندك على الجهاز تران أي أمر تنتقل من مصار لمصار أيضاً بالنسبة لي يعني بينصحك أن أنت تcreate gemini.md files to customize your interactions with gemini وهلب لو أنت عملت slash أو forward slash هلب حيديك كل الأوامر اللي أنت ممكن تفيدك في استخدام gemini CLI أنا استخدمته استخدام عادي كأني داخل gemini الابليكيشن الويب أبليكيشن وابتديت أن أنا أدي له أوامر زي قلت له create a play pool piano keyboard using HTML and CSS and JavaScript animations ده عادي أمر عادي جداً وابتدى أنه هو فعلاً يcreate index.html والstyle.css والscript.gs files زي ما أنتوا شايفين اشتغل هنا بيقولي أنا خلاص عملتلك files أنا حدور على piano key sounds ابتدى أنه يدور وبعدين اللي بقى هنا روحي نزلي من موقع معين sound effects عشان يشتغل البيانو sound لاحظ برضو أن أنت هنا بتستخدم موارد الجهاز بتاعتك وبتستخدم الأمر في CMD فالموضوع هيكون مختلف إلى حد ما يعني أنت تبتدي أن أنت تحتاج تنزل images تبتدي تحتاج تنزل sound effects أنا بس بوريك التجربة ليس إلا هيبتدي يعمل كل حاجة وفي الآخر خالص بعد ما بيخلص ويديني كل شوية بيطلب مني confirmation بيقلق طبعا لأنه هو هنا بيعمل ملف جوه جهازك وبيتحكم في الجهاز بتاعك فالموضوع برضو لازم يكون في كل خطوة بيعملها يديك يقول لك أعمل لي أدوس enter عشان يبقى كده في confirmation منك إن أنا أكمل هو في الآخر خالص خلص وقال لي دلوقتي أنت ممكن تفتح ال-index.html البعض حيقول لي إحنا دلوقتي نجيب منين الملف الملفات في الغالب هو بيحطها فين نبتدي أن أنا أروح هنا ل-l-c وحروح على اليوزرز بتاقيها تلاقي اليوزر اللي بإسمك هتبص تلاقي بقى هنا الملفات اللي هو بيعملها مثلا زي دا كده البيانو زي ما إحنا شايفين إيه دي البيانو زي ما إحنا شايفين البيانو كيبورد الملف موجود عندك على الجهاز ال-index.html موجود عندك على الجهاز هو بيكون موجود في ال-use إلا لو أنت طلبت أن هو يحطه لك في حتة تانية أو في مصار آخر هو بيكون موجود في اليوزرز اليوزر بتاعك اللي بإسمك بيكون موجود عندك على الجهاز وده الجميل أنت بتدور من خلال جيميناي 2.5 برو من داخل الترمينال باستخدام جيميناي CLI الأداية الرائعة دي وأي حاجة بقى بتنزل عندك على الجهاز زي ما إحنا شايفين لكن من غير صوت فأنا رجعت وقلت له طبعا أنا عايزة صوت قال لي روحي للرابط الفلاني قلت له The audio doesn't work قال لي Of course The audio won't work yet أنا قلت لك قبل كده وما نشألت لك في 2 URL روحي ونزلي منهم sound effect وحطيهم في المكان الفلاني علشان يشتغل معيك فهنا انت بتروح لي مثلا say freesound.org وحيبتدي يقول لك ان انت وانس ان انت حتنزله خده وحطه في الباث الفلاني علشان direct لي على طول مباشرة حيشتغل معيك البيانو أو الساوند بتاع البيانو بتاع البيانو دي كان أول يعني حاجة عملتها تاني حاجة قلت له كرييتا ووبصايد وون بيج ووبصايد about a cartoon story for child أي حاجة عايزة وون بيج ووبصايد لقصة للأطفال قال لي تمام انا هعملها لك ابتدى ان هو يعمل لي زي ما احنا شايفين يكتب لي الكود وانشأ لي الindex.html بتاعتي وموجودة ايضا في اليوزرز وحطها لي كمان في فولدر اسمه cartoon story حنشوف دلوقتي مع بعض الكلام ده كله طبعا انت محتاج ان انت تنزل الصور وتحط الصور جوه الامجز عشان تظهر معيك حنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض حتى ديالين هو عملي فولدر اسمه cartoon story والcartoon story فيها الملف اللي هو الindex.html وعملي فولدر للامجز عشان اروح انا احط الامجز يعني هو ما كانش موجود في صور خالص انا هحط الامجز ويفضل ان هو يكون بابعاد مناسبة فهنا انت اللي هتحط الصور مش هو اللي حيحطها لك والملفات اللي هي الindex.html والscript والstyles اللي هي CSS موجودة لو انا رحت هنا دست على index هيبتدي يديني الone page ويبسايد اللي هي تروح تحط الصور حسب كل حاجة يعني مثلا انا هنا ده كان صورة forest فهنا مثلا انا هبتدي ان انا احط الحاجة التانية اللي هي acute squirrel واخد دلك برضو من حاجة حابة ان انا اقول لك عليها من الافضل انت تروح كده تبتدي تعمل inspect وتبتدي تبص على يعني الصورة عشان تحط الاسم بتاعها بالزبط يعني ايه الكلام ده يعني لو جينا هنا المين container زي ما احنا شايفين هنا في الdev هنا الخاصة بي الstory container عندك الصور الامجز هنا الصورة لازم تسميها الاسم ده forest gpg الصورة التانية هنا هتبقى بتاعت السنجاب يبقى الاسم بتاعه .gpg بالزبط علشان يظهر معاك في المكان بتاعه او placeholder بتاعه فاخد بالك او من الجزئية دي عشان دايما اقول يعني من الافضل يكون عندك معرفة بسيطة ب الاشتماعي و css و java سكريبت عشان تكون عارف انت بتغير في ايه لو انت هتشتغل شغلة بسيط زي اللي احنا بنعمله دلوقتي يعني ما بنستخدمش لغات برمجة بقى ايه تقيلة يعني بص هو عطيك الاسامي بتاعت الصور عشان لما تنزل الصور تسميها بهذه الاسماء طلبت منه انه هو يعملي assignment وبمواصفات معينة الintroduction كام كلمة الman body كام كلمة الconclusion كام كلمة والtobics اللي هيتكلم فيها وابتدى ان هو يروح لجوجل سيرش ويدور ابتدى ان هو يديني assignment introduction الman body النقطة نقطة نطلبتها منه وطلبت منه ان هو يروح يحطه لي في ملف عملي txt file وحطي لي في الكلام ده كله وعطي كمان الpass بتاعه فين علشان تروح تفتحه فبمنطقة البساطة لو رحت كده برضو لليوزر زمروا هلاقي عملي AI in health care assignment جاهز عندي وموجود ومكتوب وكل حاجة طلبت منه ان هو يبتدي ان هو يبص على gpg images الموجود عندي في downloads ويبتدي ان هو يحطها او يعمل create folder ويحطي لي فيه كل الصور اللي extension بتاعها او الفورمات بتاعها gpg فطبعا هو دور ولقى فعلا ان في 766 matching files طب تعال بقى حطهم قال لي الامر ما نجحش لان هو was too long او العدد يمكن بتاعت الملفات كبيرة حنقلهلك 50-50 صورة في كل مرة تمام قلت له اوكي كل مرة بيطلب منك confirmation عمل python script عشان يحاول يعمل الموضوع ده ولكن في الاخر برضو ما نجحش في هذه النقطة فانا مش عارفة ليه هذه النقطة كده بيقابل فيها مشكلة يعني بص هيفضل يقولك ايه اديني confirmation هتفضل معا لحد الاخر انا مبازهقش يعني بفضل معا كده لحد الاخر لحد ما يحل كل الاررز يعني هو فعلا نفذ برغم الوقت اللي خده زي ما انتو شايفين كده انا فضلت معا لحد الاخر فالحمد لله يعني هو الموضوع موضوع وقت يمكن مش اكتر هو بيستخدم كل السبل كل الطرق في كل مرة يفشل فيها بيستخدم طريقة تانية في كل مرة بيفشل فيها بيلاقي طريقة تانية وانا عجبني جدا طريقته في التعامل مع الامر اللي انت بتدهوله يعني هو زي ما انتو شايفين كده ما يأس يعني لحد ما حل هذه المشكلة تعالوا بقى نشوف فعلا هل في فولدر اسمه جي بي جي امجز وموجود في كل الصور بتاعتي ولا لا يلا بينا هبتدي اروح لنفس المصار وابتدي اشوف الجي بي جي امجز اللي هو حطلي فيها كل الصور زي ما انتو شايفين كل الصور الجي بي جي دلوقتي في الجي بي جي امجز ديك حوالي زي ما قلتلك ديك الف ريكويست يعني وانت ماشي كده حتبص تلعيب يقول لك انت استهلكت قد ايه يعني في اليوم يعني الاصطناعي تبتدي تبص بقى بصة تانية مختلفة شوية لان الموضوع اتنقل من مرحلة النمازج اللي موجودة على الابليكيشن الى ادوات بتسهل عليك الاستخدامات اليومية بتسهل عليك حاجات كتير اتمنى يكون كل اللي بقدم يكون بيعجبكم وبيفيدكم اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة انفو تيك فريو كل طلبة منكم بس ان انتم تدعموني بلايك وشير وكومنت عشان المحتوى يوصل لعدد اكبر من المهتمين بالمحتوى اللي انا بقدمه ولو كنت بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته